نروح لأخبارنا النهاردة معنا 3 أخبار منتخب كرة اليد أو اتحاية كرة اليد أو منتخب كرة اليد الموليد 2000 بالتحديد اللي بيوصل دور التمانية اللي بيفوز النهاردة على منتخب سلوفينيا القوي والعنيد فعلا مباراة مهمة منتخب اليد ماشي بخطة سبتة منتخب لأول مرة في تاريخ كرة اليد فمصر يكون 3 منتخبات مصرية منتخب الدرجة الأولى وورفرين أول بيخش دور التمانية منتخب موليد 98 برضو بيخش دور 8 لكن بيوصل إلى الثالث العالم ومنتخب 2000 النهاردة بيوصل لدور الثمانية ما شاء الله تاريخ قوي جدا فيه كرة اليد سعيد جدا جدا لنا من الأسرة دي وفعلا كرة اليد مفرحة الناس جدا 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 كسبوا النهاردة سيلوفينيا 30-23 وبكرة ما تشوهم مع أيسلندا الساعة 6 ونص بإذن الله مباراة مهمة ومباراة قوية لدور الأربعة منتخبنا بيضم بنصوفه أربع لعبين عبد الرحمن حميد حارس مرمى العظيم والرائع ما شاء الله على حراسة مرمى الناد الأهلي الرقم 1 عصام الطيار عبد الرحمن طاعة 98 وعبد الرحمن حميد موليد 2000 والنهاردة بياخد أحسن لعب في المباراة ياسر سيف وهاب سعيد وعمر عطية فعلا ألفا اليوم مبروك لأسرة كرة اليد المصرية وبإذن الله تتوج بإذن الله بمدليا نبارك ليهم كلهم وبإذن الله يفرحونا بكرة ويصروا دور الأربعة